بعد إذنك أخ عياد في بعض الأسئلة من المشاهدين أنا ممكن أذكر السؤال وحضرتك ممكن أتعلق عليه ممكن سريع هل وجود مرض في حياة المؤمن يعني أنه غير مؤمن حقيقي الحقيقة السؤال برضو منتشر وللأسف بيفسر خطأ على اعتباره أن المرض نتيجة خطية والمؤمن معفي من الخطية وبما أن في مرض يبقى أنت غير مرض عليك من ربنا علينا أن نقول زي ما قلنا قبل كده أن المؤمن نفس والروح وجسد تم فداء النفس والروح لكن الجسد لم يوفده يعني لم يوفده يعني لم يحصل إلى مرحلة الإطق النهاية لأننا عايشين في الأرض وفينا الطبيعة الساكنة فينا الخطية اللي قال عنها بوليس أنه يسكن فيه أي في جسدي لا يسكن فيه أي في جسدي شيء أنصال بهذه الطبيعة القديمة إحنا خضعين للمرض خضعين للشيخوخة خضعين للهوان خضعين للبرد خضعين للحر خضعين للتعثر في مرض في حياء في الجسد لأن الجسد لم يوفده بعد جسد مين الذي لم يوفده بعد؟ جسد المؤمن يعني ممكن المؤمن جسده يمرض تمثاوس كان عنده أسقام كثيرة بوليس نفسه كان في جسده يقول عنه الكتاب كان يأخذ من على جسده بمآذر فبوليس كان عنده أمراض تمثاوس كان عنده أمراض بوليس كان عنده شوكة في مؤمنين تألمه فالشوكة اللي بتتكلم عنها شوكة بوليس لأنه فيه كمان سؤال هل شوكة بوليس هي اضطهاد أم مرض؟ خلينا نقول لو اضطهاد أو مرض في الحالتين في جسده في الحالتين في جسده إذن هذا الجسد لم يصل إلى مرحلة العتق النهائي فالمؤمن معرض للمرض والرسول يعقوب يقول بيكلم مؤمنين مش خطاء إن مرض أحد فليدعو شيوخ الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت إذن المرض وارد ويأتي إلى جسد المؤمنين ليس عقابا من عند الله أو دليل على أننا مش مؤمن لكن أنا أشترك مع الخليقة في آلامها في مخاضها في آنينها لكن ما يفرق بيني وبين الخاطئ أني في وسط الألم في وسط الضيق أنا عيني على الرب أتجاوز المرحلة دي يعني أنت جوابت على جزء من هذا السؤال فيه سؤال هل الفداء يعني بأنه يجب أن أتمتع بصحة كاملة الفداء إحنا قلنا عليه فداء النفس والروح وجسد فداء النفس والروح ده تم فداء الجسد مش معناه أن أنا أتمتع بصحة الآن كاملة لكن عندما يأتي مجيء المسيح الثاني ويأخذ المؤمنين هو ده فداء الجسد متوقعين التبني فداء أجسادنا الرسول بوليس بيقول في فيليبي 3 بيقول عن المسيح لما هيجي سيغير شكل جسد تواضعنا أو خلينا أقول عنها في ترجمة تاني سيغير شكل جسدنا الوضيع الوضيع يعني لخاضع للتعب والمرض هيغيره بأي ليكون على صورة جسد مجدي هو ده اسمه فداء الجسد لما يجي المسيح مرة تاني يأخذ المؤمنين يفدي أجسادنا يبقى تم الفداء للجسد كما تم فداء النفس والروح وهنا نصل إلى الفداء الكامل اللي هو كمان يعني تشبيه أنه المسيح التحم بجسده ببشرية نك تمام حاجة في العاد الأديم تمت اسمها الخلاص بس بشقية خلاص بالدم وخلاص بالقوة على الأبواب رش الدم فتم الخلاص بالدم عندما قال إني أرى الدم وأعبر عنكم في سفر الخروجة الصحة 12 لما الرب عفى عن أبكار بني إسرائيل في أرض مصر ده اسمه فداء بالدم لكن ما زال شعب إسرائيل كان في أرض مصر طب الرب يطلعوا من أرض مصر بفداء آخر اسمه فداء القوة فداء القوة لما شقوا الدم من بحر صوف وعبروا ورنم الشعب هذا إله فوقه مجده والرب قد تعظم الفرس وركبه ترحوما في البحر ففيه فداء بالدم فيه فداء بالقوة فداء بالدم فداء الروح والنفس وده اللي حصل دلوقتي فداء القوة لما ييجي ويغير شكل جسد توضعنا بقوته ونصل إلى الفداء الكامل موسيقى 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 اشتركوا في القناة